الاخوة الثلاثة علي وعبدالله ونعيم الجبل يسكنان منطقة الكود بابين والقصة انهم تحدوا اعاقتهم البصرية وسعوا الى انشاء كشك صغير يقومون من خلاله ببيع المواد الغذائية للناس وبعض المستلزمات الاخرى الكشك الذي هو عبارة عن صندقة خشبية صغيرة بجانب منزلهم يؤكد بان عزيمتهم لم تتوقف بعد في دروب الحياة وصعوباتها التي ابرزها اعاقتهم البصرية ثلاثة مكفوفين لديهم بقالة يقدروا التعامل مع الناس وطريقة التعامل مع الناس في البقالة قادرين في عملهم ويستحقوا مساعدة من المسؤولين والقهود داعمة والسلطات المحلية نحن لدينا بقالة صغيرة متواضعة ونأمل من الجهات الخاصة ان تقوم بدعمنا بحيث اننا نعرف التعامل مع البقالة ومع الزبائن يقافح الاخوة الثلاثة في العمل بشكل يومي وورائهم اسرة يقومون باعالتها يجيدون التعامل مع الاشياء والناس بكل اريخية وكما لو انهم ليسوا معاقين يبيعون ويشترون ويعرفون مكان البضاعة والمبلغة الذي يدفعه الزبون والعكس نحن ما شاء الله ولله الحمد قلوبنا منفتحة وطبعا العلاقات المجتمعية بيننا وبين الناس شبه متكاملة وايضا التعامل مع الناس وصلنا الى الفكرة انشاء البقالة المتواضعة نحن محتاجين الى بقالة وادرس القرآن ايضا في مسجد العبيدة وادرس القرآن ايضا وانا مؤذن في مسجد الأول هذه البقالة دخلنا فيها مبلغ صغير جدا وفضل الله تعايشنا مع هذا الوضع ورغم الوضع هذا يعني وضع مزري والكل يعرفه وانساء الله من الهل الخير اللي يعني يريد لقه الله يدعم لهذه البقالة انا فيها مبلغ صغير نحتاج من ذوي القلوب الرحيمة ولاياد البيضاء والمؤسسات والمنظمات دعمهم في مشاريع صغيرة وخاصة ان ليس شخص واحد منهم مجموعة من الافراد واسرة سواء كان في البيت او غير البيت لان هذا الشخص لديه اخوة ومحتاجين لدعمكم من اجل اقامة مشروع وخاصة في الحياة الصعبة هذه والظروف القاسية والمعيشة وغلاء الاسعار تحتاج الى دعم لإسنادهم من اجل الاستمرار في حياتهم اليومية الى جانب كل ذلك يتناوب الاخوة الثلاثة على الادان والصلاة بالناس في الجامع القريب بين وقت وحين وهم حفاظا للقرآن وما بين هذا وذاك الرسالة موجهة هنا الى كل من لديه الاستعداد على مد يد العون اليهم ومساعدتهم في مواصلة المشوار في الحياة اشتركوا في القناة